السلام عليكم نتابع دائما مع إنجاز فرود المستوى السادس ابتدائي الآن مع مراقبة مستمرة الأولى في مادة التربية الإسلامية تنهد نموذجته هو لقيته وطبعته باش نصحه معكم إن شاء الله إذن ذهبت رفقة جدك لأداء صلاة الجمعة في المسجد سمعت إلى الخطبة الأولى التي تناول فيها الإمام الإمام الإمان بالغيب وخاصة بالذكر الإيمان بالملائكة ووظائفها واليوم الآخر وما يقع فيه من أحوال مستشهدا بصورة الحاقة وفي الخطبة الثانية تطرق إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما صاحبها من أحداث نزول الوحي وبعد العودة إلى المنزل دعاك جدك لتشرح له ما تناوله الإمام خلال الخطبتين انطلاقا مما تعلمت في دروس تربية إسلامية إشرح لجدك لا بدك شيء يسمعته في الخطبة سكتشرحه الجد أول حاجة طلبه منك هنا يا هي استظهر من قوله تعالى فإذا نفخه في الصور إلى قوله تعالى لا تخفى منكم خافية إذن هنا خصك القرآن تكون حافظه القرآن راح خصك تكون حافظه بدون أي مناقشة مهم أنا غنستظهر معاكم هذا الجزء بدون كتابة إذن يقول الله تعالى فإذا نفخه في الصور بعد أوله المشطة الرجيم فإذا نفخه في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فإذا هي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إذن هذا هو الجزء اللي مطلوب منك خصك تمشي تحافظه ضروري إذن خصك تكون حافظ الصورة ككل والصور اللي عندك على العمول لأنك ما زال متبوع بالامتيحان على صعيد المؤسس صل بخط بين الملائكة ووظائفها إذن كل ملك خلق الله سبحانه وتعالى هم مخلوقات لا يعصون الله أمرا كل واحد كلفه بوحد مهمة إذن جبريل معروف هو ملك الوحي أو لهو أمين الوحي إسرافيل هو المسؤول عن النفخ في الصور يوم القيامة إسرافيل هو اللي غاديه انفخ في الصور ميكائيل هو المسؤول عن القطر والنبات ثم المنكر ونكير هم اللي دان يسألان الميت في القبر إذن على العموم تنقلك دائما نراجع ذلك الشيء الملخصات والدروس اللي درتي مع الأستاذ في القيسم رهما غايزي تشعليهم وكون تابه في القيسم رهما غا تخرج فاهم ما تحتاج غاش تراجع من بعد لوين أحوال يوم القيامة ليعلم جدك ما سيقع في ذلك اليوم إذن بغوكم تلونوا الخانات المناسبة إذن في يوم القيامة عشنو غاديوقع إذن بعد ما سينفخ في الصور كما ذكرنا في ذلك الآيات إذن في يوم إذن وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة إذن الأرض ستدك ووقعت الواقع يعني يوم القيامة وانشقت السماء إذن السماء ستنشق فإذا يوم إذن فهي يوم إذن وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية إلى آخر الآيات إذن شنو كيوقع؟ أول حاجة النفخ في الصور فإذن نفخ في الصور إذن هذه خصوصها تلون من بعد من اللي كيتنفخ في الصور كيكون البعت يبعتو من في القبور يعني الناس اللي ماتوا إذن أصلاً سوف يديك سعب من النفخ الكل سوف يموت إلا من شاء الله ويوقع من بعد البعت يعني الإنسان غدي جميع المخلوقات البشر غدي يتبعته من بعد غدي كل حساب والمرور على الصيران إذن ونسأله الله الجنة للجميع بدون حساب ولا عقل إذن رقم أربعة ضع علامة أمام الخانة المناسبة ليتعرف جدك مكان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إذن غار ثور أم غار المدينة أم غار حرة إذن كنا نعرف أن غار حرة هو مكان نزول الوحي أذكر لجدك أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إذن أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن هو صورة العلق صورة العلق بغي تذكر الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق ممكن تكتبها أو تكتفي هو صورة العلق هي أول ما نزل من القرآن إذن كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي إذن كان عمره صلى الله عليه وسلم أربعون سنة إذن كان عمره الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين سنة دامت الدعوة السرية دامت الدعوة السرية إذن في الأول عندما بوعيت النبي صلى الله عليه وسلم أمير أن تبقى الدعوة السرية ودعم الدعوة السرية ثلاث سنوات انتقلوا الآن الصفحة الموالية اللي فيها مدخل الاستجابة والقسط والحكمة هي عبارة عن وضعية شاهدت شريطا تربويا رفقة أخيك الصغير تطرق لموضوع صلاة التراويح ووقتها وكيفية أدائها ثم تناول موضوع الرضا والتفاؤل واستجهد بقصة امرأة عمران ثم ختم الشريط بالإحسان إلى اليتيم مسترشدا بإيوى امرأة فرعا لموسى عليه السلام بعدها طلب منك أخوك أن تشرح له مضمونة الشريط إذن بي لأخيك صلاة التراويح من خلال الجدول الثاني إذن صلاة التراويح هل هي سنة أم فريضة؟ إذن هي سنة صلاة التراويح هي صلاة دي القيام صلاة القيام تتكون دائما غير يفر رمضان كتسمى صلاة التراويح وقتها إذن إنتك تكون إذن بعد صلاة العشاء إذن بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر إلى قبيل الفجر ولا قبل الفجر إذن هذا هو وقتها هل هي جهرية أم سرية؟ هي جهرية إذن الإيمان كي يصليها أما لك أنت تصليها بوحدك فلك أن تصليها جهرية بحث الصوت يعني شوية ولك أن تصليها سري إذن عدد ركعاتها فعدد الركعات اللي كي يصليها الناس في التراويح هي 11 ركعة فيها 8 ديال التراويح وكيزيد وجوج ديال الشفع وجوج ديال ووحدة عفوان ديال الويتر إذن دي بخصة تختم بوحد الركعة واحدة اللي هي الويتر إذن هنكتبو 11 ركعة يعني دائما كتتختم تختم بركعة واحدة اللي هي ركعة الويتر إذن هاتشي ولكنتو ما كنتو كاتبين شي ملخص بالضبط مع الأستاذ ديالكم مثلا كاتبين 8 عدد الشفع عدد الويتر مهم ذاك الشي اللي كنتو متافقين معه فيه مع الأستاذ ديالكم كتبوه إذن هذي فقط كنراجعوا أما الضر سراكم درتوه في القيز ميز له بين الصلوات المفروضة والمسنونات بالربط بين الصلاة ونوعية من النسبة للصلاة ترى عرفنا من المستوى الأول شكونا هي الفريضة شكونا هي السنة إذن تحية المسجد طبيعة الحال سنة العصر فريضة الويتر سنة الصبح فريضة نكمل الآن تمرين ثلاثة بي الله سبب قتل فرعون لكل مولود ذكر في بني إسرائيل إذن السبب هو فرعون لماذا قتل كل مولود ذكر في بني إسرائيل لأنهم بعد أن رأى في منامه يعني وحد الرؤية العرافين فسروا لي هذه الرؤية وقالوا له أن أن ولدا يولد من بني إسرائيل سيكون سبب زوالي ملكك إذن عرف أن وحد شي طفل من بني إسرائيل هو سيكون سبب أنه سيحيد له الملك إذن سعب ذا يقتل يقتل فيهم حتى قرب يعني يبقى تقريبا الشيوخ وهم خافوا أن ما يبقى التوحد يخدم عليهم لأنه كانوا يستعبدون بني إسرائيل إذن وقالوا له سوف يحبس رامغ يبقى عندنا التوحد اللي يخدم علينا إذن فبدأ يقتلهم عام وكيحبس عام إذن والله ملك يبغي شي حاجة رت حاجة ما كتحبسه إذن السبب هو أن العرافين العرافين أخبروا فرعون أن ولدا يولد من بني إسرائيل إذن عبرنا بالتعبير أديالك من بني إسرائيل سيكون سبب زوالي ملكه لذهابي ملكي أو لا سيكون دا حمزة أو سيكون ذهاب ملكه على يهديه سيكون ذهاب ملكه ملكه على يديه إذن من ثم بدأ يقتل في أطفال بني إسرائيل رابعا ما جزاء أسية مرأة فرعون في الآخرة برري أو برر جوابك إذن جزاء أسية مرأة فرعون في الآخرة جزاؤها هو الجنة لماذا كان جزاؤها هو الجنة لأنها أولا آوت موسى عليه السلام عندما كان طفلا ثم أيدته عندما كبر وآمنت به وأمنت بالله سبحانه وتعالى وصبيرت على أدى فرعون وعدى به لها إذن السباب نحن نقلوها الأسباب ثلاثة لأنها آوت موسى صغيرا وآمنت به كبيرا وصبرت على أدى فرعون إذن فبشرها الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة بعد أن طلبت منه أن يبني لها بيتا في الجنة خامسا أذكر أسماء أربع نساء هنا من خيرة نساء العالمين إذن في الحديث لك الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء أربع نساء هنا خير نساء العالمين إذن أولهما هي من؟ هي خديجة بنت خويلد إذن نكتبه خديجة زوجته خديجة بنت خويلد ثم أسماء بنت محمد ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بنت محمد ثم عندنا أسية هذه ثم ثم مريم ابنة عمرا مريم ابنة بنت مريم ابنة عمرا السية التي تكتبها هي بنت مزاحم نكتبها بنت مزاحم الآن صغ قصة مرأة عمرا بأسلوبك الخاص إذن أريكم أن تسوقوا القصة لامرأة بني عمرا اللي هي الأم مريم وعلى ابن عيسى عليه السلام إذن كيف؟ نحن نعرف أن امرأة عمرا كانت عاقرة إلى تليد ولكن كانت راضية بقضاء الله وقدري وكان دائما تطلب الله يرزقها الذرية لأن الله يريد أن يدعيه تكون موقن بالإجابة ليس يدعي الله وتقول ما نعرف وش يستجب لي الله بالعكس الله قال أدعوني أستجب لكم إذن من الأسباب لك تخلي الله يستجب أنك تكون موقن بالإجابة إذن كانت تدعو الله وهي موقنة بالإجابة إذن فمنحها ووهبها الله هذا الولاد واستجاب لدعائها وكانت هي مريم بنت عمران اللي هي سيدة نساء بني إسرائيل وأم عيسى عليه السلام إذن أنا غنصغها لكم بالأسلوب ديالي ونحاول تبدل شوية الصياغ إذن كانت امرأة عمران عاقرا عاقر يعني لا تليد وكانت مالها راضية إذن الريضة هو الله يحب الناس لكي يرضى بقضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره إذن وموقنة وعندها يقين وموقنة باستجابة الله لدعائها دعائها والله بأن الله وموقنة بأن الله سيستجيب لدعائها إذن إذن شو قع من بعد فاستجابة كانت راضية الله وقدره وموقنة بأن الله سيستجيب لدعائها ولا سيستجيب دعائها إذن فكان ذلك يعني استجاب الله فكان ذلك ووهبها مريم سيدة سيدة نساء بني إسرائيل إذن وأم عيسى عليه السلام إذن بغيت انتدر شي صياغة أخرى يعني ذلك القصة ذلك القصة اللي تقول أنها رأت في مناميها طائراً يعني يطعم صغاره فطلبت الله سبحانه وتعالى فاستجابة لدعائها إذن انت عندك كامل الحرية أنك تسوق هذه القصة دي المرأة عمران كما حكاها لكم الأستاذ ديالكم في القسم إذن نتمنى التوفيق للجميع شكراً لكم وإلى اللقاء إذا للقيت شي نموذج آخر حتى هو إن شاء الله سوف نضع نصحه معكم أمعكم